ممكنك تعرف الطريق التي سنلتها وممكنك تعرف هناك وارد وفيسار الموقع حتى ثم من ثلاثت الطريق التي سينتها حتى تكون ساتي من الأسئلة ، لقد تستطيع أن ترى طريق تلك من الأسئلة التي سنلتها من الأسئلة. كل الطريق التي سندتها ستكون العلماء من الأسئلة هل تحصل بني هذا الطريق؟ هل تحتوي على أن الممارسة أو المعدل؟ لا تتعيش في الدوغم وهي أنك تتبع القواعد والمعتقدات من الناس الأخرين بلما أنك تفهمها وتضع المبادئ والصوت الداخلي لا، لا تعيش في الدغما كيف تحب أنت كشخص داخلياً؟ ماذا يعجبك في الخدمة؟ وماذا يعجبك في الحياة الشخصية؟ ماذا يعجبك في نشطك؟ عندما تقوم بإجابة بك في قلبك، تحس بجسمك فرحاً وكشخص الحياة المهنية أو الشخصية لا تقوم بذلك ما يجبونه للناس الأخرين غير لك أنك تتمكن منطقة معدرته وكشخص الحياة التي تحب أن تتبع فيه تبع البعض والإنتوائي تبع القلب ووقعت تقصح ووقعت تقصح عندما تبع القلب لأنك تتبع القلب تحس براثك في الحياة تحس براثك في العاجبك حقيقية بالنسبة لك وإذا لم تلقيت ذلك الشيء الذي تحب تزيد قلب عليه لأنه في الحياة يتطلعون الهبوط وتنشوف أن الناس تستسلمون الغياء الغياء وشعارفين ما هي الروح البشرية وشعارفين ما هي الروح من أمري ربي أننا في الضواخل تنكينا الروح وشعارفين ما هي القوة للروح الروح للإنسان ما هي القدرة للإحتمال وعلى تخطي السعوبات ما هي القوية لا يوجد الكثير من المشازات ومرتاح العائلة يحبك ومراتك ستحبك كل شيء يكون إيجابي وعندك الفلوس وكل شيء باخر وعلى آخر الحقيقة هي أنك في الأوقات الصعيبة تمفين مهمة تمفين كين التحدي لأنك تبقى إيجابي لأن الخوف قتال كي يقتل أحلام كي يقتل أمل ديالك يقدر يدخل كله بطار يرجعك شارف الخوف قتال خاصنا نحاكمه خاصنا نتصرفه بطريقة لكي نتصرفه مع المجرمين يقدر الخوف يقنعك أنك تصبت لك الضنب اللي لا يمكنك أن تقوم بشكلها يقدر يشل لك الخوف لا يمكنك أن تجعل المشاعر سل بيدك أن توقفك وأنك توصل لك شيء يريد أنك توصل إذا أردت أن توصل تجعل جهدك كامل لك لأنك تريد أن تغيير المسائل القبيحة فيك لا يمكنك أن تقوم بشكل شيء يوصل كل الناس كاملين يوصلون لها ولكن إليك أنت صادق إليك أنت صادق ومعقول وبغي فعلا أنك توصلها سيتمشي بجهدك كامل سيتمشي بجهدك كامل وبروحك سيتقاحت أنك تقاتل لكي توصل الهدف ومع مركة أو تشوف من موراك سيتم تحرك بوحد القوة وعزيمة وليقين تام أنك فعلا سيتوصل وهذه هي القوة التي تحدث عليها سوف يتبقى أنا اللي كنتحكم وما غنخليش هاتشيحة طمني أنا راجع وغد يكون قوي وعامر باليقين وبشجاعة كتر وكتر على وداتشي وخاصة تكون واضحة بالنسبة للك أن هاتشي عليش تدفع تدفع على المشاعر الإيجابية على السلام وعلى الراحة وعلى الهنا على راحة البال ديالك تدفع عليها على الشجاعة ديالك على الأحلام ديالك تدفع عليهم ستكون واضحة بالنسبة لك تحمل المسؤولية كلية على حياتك عيش بحماس ودفع رأسك النجاح وتفكر أنا ماشي مهم شو نوقع البارح ولكي شو غد يدير غده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة